اشتركوا في القناة انا قصلي عارف ان انت بتحب منظر النيل من هنا فعلا بس ريا حدام بحس انه الوحيد اللي حاسس بيا الوحيد برضو يا صبي وجالك قلب تقولها يا راجل دحنا اللي بيننا حاجة كبيرة اول ما حستهاش لما كنت عندك اخر مرة حسيت انك فريد تاني لأول مرة بشوف جايز عندك حق بس ما تنساش ان الموقف اتطور اتطور في لحظة ساعتها ما بقيتش عارف اعمل ايه وبعدين ما تنساش كمان ان انت ومنعن برضو غلطانين غلطانين يا اخي دا احنا كنا متصورين منت الوحيد اللي حتخرج لما الورطة اللي احنا كنا فيها انا مش بازحر يا عم صبري انا كمان بني قادم ليا ظروفي وليا مشاكل اللي انت عارفها كويس يا اخي دا قبل ما تيجي انت ومنعن بدقايق انا كان الدماغي دي هتنفجر كنت حاسس ان انا واقف في مفترق طرق ومش عارف ااخد قرار صدقني يا صبري لو في حد محتاج حد تاني يوقف جنبه يبقى انا والاحساس دا بيدايقني جدا انك تحس انك ضعيك ومحتاج لحد يوقف جنبك دايبه غلط بس انا متعودتش على كده يا صبري انت عارف انا طول عمري بني قادم كتوم بداري دايما على اللي جوايا يعني يبقى جوايا نار لكن برضو لازم احط الابتسامة على وشي تبقى عناية مغرغرة بالدموع بس اخنا ع الناس ان دي دموع فرح مش حزن معركة فضيعة بتبقى جوايا بيني وبين نفسي ولازم انتصر فيها لاني لو تزمت هنهار ولو انهارت هتنهار من حوالي كل حاجة واولهم بيتي وبناتي معلش يا فريد جايز يكون عندك حال عموما مسير الايام تصلى حالي حصل مفيش وقت وانا مش جاي اعتذرلك لان اللي بيننا اكبر من اي اعتذار انا جاي اوضح لك شوية حاجات جايز ما حسيتهاش انت ومنعم انت وعندي في البيت محصلش حاجة انا مضطر استاذن عشان عندي شوية ارتبطات كده في المكتب انت بقى لك كام يوم مبتروحش المكتب انا عديت وسألت عليك يا صبري وعرفت انك مبتروحش ليه يا صبري مش هادر ابص في الورا وانا في الحالة دي خايف خايف اخد قراري اظلم بيه ناس تنين ملهمش اي زمن يا صبري انت اقوى من انك تغلط الغلطة دي بعدين فكرة جوازك انا شخصيا منش معترض عليها ما خبيش عليك طبعا انا متعاطف مع موقف الهام لكن مادام انت سعيد خلاص دي حياتك كنت حر فيها انا كنت منتظر انك تشجعني اكتر من كده ابقى بكدب عليك واقل لك كنت انا اول واحد عملتها يا اخي ما انت عارف المشاكل اللي انا عايش فيها مشكلتك كان لازم يجي لها وقت وتتحل لكن انا مش قادر استمر لأكتر من كده كلنا تصورنا انك هتقدر تستمر وانا كمان لغاية ما ظهرت محاسم في حياتي ساعيتها مقدرتش كان لازم ساعيتها تفاتح الهام على الاقل كان ممكن توصلوا لحل يرضي الطرفين تا بتقول ايه؟ اقول الهام ان انا هتجوز طب ازاي؟ ما عرفش بس اللي انا عرفوا ان الهام ستة عاقلة وكان ممكن تقدر موقفك ساعيتها ما كناش هنبقى في الوضع اللي احنا فيه ده اللي ايده في الماء من زي اللي ايده في الماء عن اذنك صبري انا تصورت ان انا لما اجيلك لغاية هنا ان انا هنحل كل حاجة ولا برضه قلتلك مسير الايام تصلاح اللي حصل وانا مش هضغط عليك يا صبري روح انت اشوف اللي وراك ايه؟ وابقى باركلي المدامة حاسن لغاية ما جيلكوا البيت واعمل الواجب بشكل صح عن اذنك لا 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 انا بتعمل ايه؟ سيبي الحساب انا اصلي هكمل شوية انا برضه بحس ان النيل بيفهمني وبيحس بيه موسيقى 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 وده الأستاذ فريد يا أدول التعميرة هي اللي عليها لا التعميرة واطية تعميرة وحشة أنا الأستاذ فريد يا أستاذ عبد المنعم زوق أنت زكى عبد المنعم عامل ايه معلي طاير لسه طاير ما تحط بقى يا منعم ما منوش فايدة اللي بتعمله لمين لمؤسة لنفسك على الأقل للناس اللي بتحبك هم مين دول بيحبوني الله يسطورك شاور اللي عليهم بس هيك هيك تشاور على نفسك ليه يا عم منعم هو أنت عندك شك أن أنا بحبك؟ عندك شك أن أنا أتمنى لك كل خير؟ أه أنت متمنى ليش الخير ولا بتحبني بيني وبينك أنا ما بقيتش أصغف أي حد بقيت مش عارف ميني بيحبني ومين ما بيحب ليش مين اللي معايا؟ ومين اللي ضدي؟ حتى الصح والغلط بقلونهم واحد بالنسبالي وبزمتك عجبك حالتك دي ياه بقى هو ده منعم اللي كنا نعرفه؟ يعني هو ده فريد اللي إحنا نعرفه؟ ما فيش حاجة بتفضل على حالها؟ صح ما فيش حاجة بتفضل على حالها؟ على فكرة أنا كنت مع صبري النهاردة الصبح أنا عايز أفهم بقى أنتوا ليز أعلنين مني؟ يا أخوانا ما أنا قلت الكلام ده من الأول ما حدش فيك وصدقني طبقوا لقاء وإلهام الاتنين كلموني في التليفون والاتنين اتهموني إن أنا كنت عارف وساكت وأنا طبعا اضطرت عجب وأقول ما حصلش أنا عايز أفهم حاجة أنت ليه دايماً بتدخلنا في مشكلة وتطلعنا في مشكلة؟ ليه دايماً بتسيب مشاكلنا وبص لنفسك؟ يا أخي دي إحنا كنا جايين لك بنستنجي ديك طبعا معنين في حدة حبل تشدنا من الغرقة اللي إحنا فيها تصدق بالله لو كنت حتى أنا مثلنا حدة فتلة كنا برضو موفقين سنة جدا بعيز مقوتك وروح تجاي مقطع اللي بينها وزاققنا في البحر بينتاني بعد كل دا مش عايزنا نزعل منك؟ بقى مرتا يا فريد يا عمنا بقى أنا مش فاهم أنتو أنتو ليه يا أخوانا متصورين إن أنا في إيدي عصايا سحرية ممكن أحلي بيها أي مشكلة؟ يا أخي إحنا دايماً شايفينك كده يا أصحابك وأنت عارف إن إحنا ما فاهمنا على الدرقة استحملنا لا لا يا عمنا لأن أنا رخر يا أخويا بني قادم زي زيك بالزبط أنا برضو ساعات كتير ببقى عايز حدي يمديني إيده وزي زي أي طفل صغير وساعات برضو ببقى عايز كدفة حط دماجي عليه وأعود عاية خلاص عياط قلت اللي عندك؟ ماشي يا منا هو طبعاً أنا ما كانش المفروض أقول اللي عندي ولا أقول أي حاجة بس أنا برضو يا أخي كان عندي أمل إن إنتو الاتنين حتبقوا عشرة وتيجوا تخبطوا علي من تاني وكان اللي جرى مكان جايز بس على قل مش اللي لدي أنت شايف بالظروف إن أنا فيه ماشي يا حاجة عبد المنعم ماشي أموماً أنا حسيبك ويا ريت بس ما تققلش في العيار قوي عشان تقدر تروح لمراتك وانت واقف على رجليك بات في بيتك يا عبد المنعم أنا وبيت فيه ومفريد بيتك اللي أنت اخترته بإرادتك ومستريح لاختيارك تحب أوصلك بيتك روح إنت أنا هنا مستريحة بتلها شعر لها أنا حابقك ويساوي موسيقى 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 موسيقى